فلا رادع يمنع رزائل الناس لو ما كانش فيه بقى قانون وتعم الفوضى السلوكيات كلها في العالم أجمع ويشمل الخراب الإنسانية كلها بل بالحري إن القسوة لا تكمل فقط في السماح للأشرار بفعل ما يشاءون بل في أمر آخر قد يبدو أكثر مسالمة من ذلك هو عن تتغاضعاً الذين لم يرتكبوا شراً فنهملهم يعني إيه؟ كده يبقى فيه طرف مظلوم على طول المفتري هيفضل يفتري لأنفس حاجة بتوقفه فإنت زودت شرر شرير وزودت الظلم على المظلوم يبقى كده فعلاً ربنا ما عملش أي قوانين يبقى هو نفسه شرير أو ظالم عكس التهمة اللي جاء على ربنا أخبروني أنتم هل نحشد كل أشرار العالم من جميع ربوع الأرض ونسلحهم بالسيوف؟ يعني في منطقه البشر يبعيد عن ربنا وأنتو لما تلاقوا أشرار بتروحوا تدوهم سيوف في أدهم ده اللي بتعملوه ونأمرهم بالذهاب لكل أطراف المدينة وزبح الجميع ممن يصادفونهم في طريقهم هل هناك حيوان أكثر افتراساً من الشخص الذي يفعل ذلك؟ الشخص اللي يغزي الشرير في الشرق ده ده يبقى حيوان كاسر يعني لكن لو كان يوجد من يقيد في حزم شديد ويضبط أولئك المسلحين ويكبل أيديهم بالجزء نزير لأصبح هذا التصرف في منتهى الإنسانية لأن رضع الشر تحجيم الشر يمشي مع الرحمة مش مع القسوة أريدكم الآن تطبيق تلك الأمثلة على الناموس وبنفس القدر الذي أوصى عين بعين قد أصار فينا الخوف كقيد قوي صارم يكبل نفوس الأشرار الأردياء وهو يشبه الذي يلقي بالقتل في السجن بينما الأبرياء من كل عقاب يسلحهم بالأمان بالقانون ده سلح اليمين للرحمة والسلام حمان ولو بشكل يعني جزئي فيقوم بدور من يجردهم من السيوف التي في أيديهم حتى لا يفتكوا بكل من في المدينة فرأيتم أن الوصايا بمنأة عن القسوة بل هي بالحرية تفيد الرحمة كنتم على هذا الأساس تدعون المشرع قاس يصعب التعامل معه اخبروني أي توصية أشد وأقصى من لا تقتل ولا تغضب فين القسوة اللي ما بيقول ما تقتلش وما تغضبش فين القسوة ومن يكون أكثر تطرفاً ذلك الذي ينفذ العقوبة بسبب القتل أم بسبب غضب يعني شوفوا رحمة ربنا مش عاوزة حتى ريحت الغضب ريحت الخطية فبترقى بينا عشان ما يبقاش فيه التجاوزات البشعة اللي شايفينها في العالم بيطلع ربنا برضو شرير داك الذي يعاقب الزاني بعد افتضاح أمره أم الذي يأمر بالعقوبة بمجرد الشهوة أنه اللي بيربي أفضل أنه اللي بيطلع لمستوى إنساني أفضل اللي يستنى لما يحصل زنة واعتداء واللل حتى يمنع النظر الشهواني ألا ترون أن تفكيرهم متناقض تماما كيف أن إله العهد القديم الذين يدعونه قاسيا يصبح حاكب رقيقا ووديعا وأن إله العهد الجديد الذين يقرون بصلاحه يصبح صعبا ومتشددا يعني إيه بيقول لهم على فكرة أنتوا مش فاهمين حاجة غالبا لأنه دا العقوبات اللي أيلها المسيح في الموعزة على الجبل تبدو أقصى من أي عقوبة جات في العهد القديم لما يكون اللي هيبص بصه هيتحسب زاني ويهلك واللي هيقول كلمة يا أحمق يستوجب جهنم دا مستوى العقوبة هنا أعلى من العهد القديم عاوزوا أقول لهم أنتوا بتقولوا إله العهد القديم قاسي وبتاع العهد الجديد طيب أنتوا قريتوا بكلام ده هو بيقول ما تقتلوش وما تغضبوش ومش بيقول اللي هيقتل يتقتل عين بعين وسن بسن اللي هيغضب غضب باطل ويقول يا أحمق جهنم يكون مستوى بالحكم إذن لو عاوزين تحكموا بقى أقولوا المسيح هو اللي ظالم هو اللي شرير لو أنتوا أخدنها بالموازين